بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية نكمل كلامنا عن الليست كنا توقفنا عند الجزئية دي وهنا بيقول لي طيب لو أنت عاوز تقرأ الليست بشكل اللي هو في ريفيرس ريفيرس يعني قلنا ايه من النهاية للبداية عاوز تقرأ العناصر من اليمين إلى الشمال فممكن تعمل الكلام ده ازاي قال لك اهو بمنتهى البساطة أنا ممكن أقول له أن أنا عاوزك تتحرك من الأول إلى الآخر وكل مرة تنزل فيها خطوة واحدة فعملها ازاي قال له اهو هنا ده المعنى أن في قفزة هيتم صح في قفز أو هتمشي بتقول له هتمشي بستيب مقدرها اللي استيب دي مقدرها عنصرين اللي استيب دي مقدرها 3 عناصر مقدرها 4 عناصر مقدرها كام فهنا قال له اللي استيب مقدرها سالب واحد اه يبقى أنت هتبدأ من هنا من السالب واحد وتنزل بمعدل خطوة الخطوة عندك عبارة عن عنصر فهين هو بدأنا من التسعين ثم التمانين ثم السبعين وهكذا تيجي نجربها يعالي نجربها ادي النمز ادي الليستة بتاعتنا احنا دلوقتي عاوزين نقول له النمز دي احنا عاوزينك تتحرك ها بمعدل خطوة بس الخطوة دي في الاتجاه السالب فعشان كده قلنا سالب واحد فبدأ يجيب لك تسعين تمانين سبعين ستين زي ما انت شايف كده طب لو هي هي قلنا له سالب اتنين ها ايه اللي هيحصل ايوة بدأ من التسعين اما يسيب اتنين يبقى هيفوت التمانين ويوصل للسبعين اما يسيب اتنين هيخلي الستين ويوصل للخمسين اما يسيب اتنين يبقى هيسيب اللي 40 ويوصل للتلاتين ثم بعد كده العشرة زي ما احنا شوف يبقى هو انت اللي حددت قلت له امشي بالسالب يبقى اذا انت بترجع للخلف بمقدار قد ايه بمقدار خطوة واحدة ولا بمقدار خطوطين ولا تلاتة ولا ايه زي ما انت عابس خلاص طيب ايه تاني عندنا على نكمل قال لي برضو انت ممكن زي ما احنا شايفين هنا عندك الليستة وهو هنا حدد بقى حاجتين مهمين حدد اللي ستارت واللي ستوب وقال لك اللي ستارت واللي ستوب should be provided from right to left as well خلي بالك من اليمين للشمال طيب كده معناها ايه يا جماعة المنظر ده معناه ايه قال له ابدأ لي من سالب اتنين ابدأ من سالب اتنين طب اما ابدأ من سالب اتنين اتحرك بخطوة مقدارها ايه قال له مقدارها سالب واحد يعني ايه فين سالب اتنين اللي هو التمانين انزل بقى خطوة يبقى سبعين انزل خطوة ستين انزل خطوة خمسين وهكذا شايف على نجربها بسرعة اهو ادي النمز كويس اوي انت عاوزه يبدأ من هنا انا افترض من الستين نقولها ازاي ادي النمز الستين دي لو تيجي نقولها نرمز لها كده نرمز لها بكام سالب اربعة وعاوزه بعد كده يعمل ستيبس طب الستيبس دي كل مرة هينزل فيها قد ايه قدت له سالب واحد طيب تعال نشوف كده ادي الستين اللي هي سالب اربعة سالب واحد خمسين سالب واحد اربعين سالب واحد تلاتين سالب واحد عشرين سالب واحد عشر شايف ازاي يبقى انتهو عمالته قوله اتحرك من اول هنا واعمل ستيبس مقدرها قد كذا طيب لو لعبنا فيها شوي قلنا له من سالب اربعة اعمل ستيبس بمقدار اتنين اه ايه اللي هيحصل تعال نشوف احنا وقفين هنا سالب اربعة سيب اتنين يبقى خمسين روح للاربعين سيب اتنين يبقى سيب للاربعين وروح للعشرين طيب بعد العشرين مافيش اتنين تاني فخلاص توقف ماشي الحال فانت كله بقى زي ما قلت المرة اللي فاتت عبارة عن طريق يعني ايه كلها عارف كده زي بقلوا تبديل وتوافق مع بعضها بحيث توصل لللي انت عمش وخلي بالك وهبقى عزرك لو انت في حاجات من دي تاهت عن ذهنك او محفظتهاش او مخدتش بالك بس الميزة ان انت تبقى عارف ان الكلام ده موجود فالأس ممكن في المستقبل لو احتاجته ترجع له تفتح توتوريال زي اللي احنا بنقرأ منه ده تفتح على الجوجل وتكتب والله انا عاوز اشوف الـ operations اللي بتتم على الليست في البيثون وتشوف لكن تبقى عارف ان دي ميزات موجودة فتسهل عليك بعد كده لو احتاجت الليست تبقى عارف الامكانيات بتاعتي طب هنا ايه اللي حصل هنا حددله البداية والنهاية وكمان خطوة الايه التحرك او الليستيب بمقدارها ايه فقال له من سالب اتنين الى الواحد بمقدار سالب واحد طيب سالب اتنين فين اللي هو التمانين الى الواحد اللي هي العشرين بمقدار قد ايه بمقدار سالب واحد فهتلاقيه تمانين ثم اتحرك للسبعين للستين خمسين أربعين تلاتين مدخلش على الواحد ليه لانك ايله لحد الواحد واحنا عارفين ان النهاية دي ما بتخشش معانا في الرينج صح فتوقفه عند الواحد مدخلوش معانا في الرينج مفهوم؟ يبقى انت هنا حددت له هيبدأ منين؟ ويتوقف امتى؟ ويتحرك بمعدل قد ايه طيب سلايس اند كوبينج انت ما بتاخد سلايس بتاخد رينج من العناصر انت بتاخد منها كوبي انت ما بتعمل لها شكت صح؟ وبالتالي الليستة الاساسية زي ما هي موجودة يعني هنا مثلا قاله nums of 0 5 يعني عاوز ياخد اول خمس ارقام 0 1 2 3 4 لحد الـ 50 هو كده معناها انه هو عمل لهم كت حزفهم من الليستة لا 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 هو خد كوبي منهم وخزنهم في لستة جديدة اسمها الفيرست 5 طب بعد كده قاله الفيرست 5 5 of 2 equal 3 ينفع اه ينفع هو الفيرست 5 دي كانت المفروض العناصر من كم لكم 10 20 30 40 50 يعني دول فين الفيرست 5 of 2 الفيرست 5 of 2 اللي هو 30 صح؟ قاله غيروا خليه بدل 30 خليه بيساوي 3 تيجي نعملها بسرعة يلا بسرعة اهو ادي الليستة بتاعتنا جينا قلنا له الفيرست 5 هيلو اكوال قد ايه الفيرست 5 قلنا له الليستة بتاعتنا ان هي النمس ومن اول 0 الى 5 نطباحها لو سمحت يلا اطباح ادي الفيرست 5 فى 10 20 30 40 50 جيت قلت له بقى الفيرست 5 دي of 2 يعني العنصر التاني فيها equal العنصر الاندكس بتاعه رقم 2 equal خليه بيساوي 130 طب يلا اطباحها تاني كده الفيرست 5 اهو العنصر التاني رقم 2 فيها الاندكس بتاع رقم 2 اصبح 130 عادي خلاص لكن طبعا النمس زي ما هي لانك انت بتعمل كوبي انت بتعمل شيكات انت بتعمل كوبي خلاص فأعتقد ده كلام مفهوم طيب قالك but what if we wanted to use the same slice over and over again يعني انا عاوز نفس اللي slice دي استخدمها اكثر من مرة طب يعني اعاوز ايه يعني اعاوز اما اعمل slice ارجع نفس اللي slice ادخلها مثلا في اكثر من operation ما فيش مشكل زي ما هو عمل هنا كده هو هنا عمل ايه عمل لستة 5 items after second 5 items after second دي قالك equal slice وفتح القسين وقاله بداية من 2 ها هتزود قد ايه 5 2 زائد 5 تيجي نجربها تعال نجربها احسن حاجة ان انت ما تتعلم برمجة ولا data base ولا غيره جرب بيدك عشان ما تنساش انا هسميها slice 1 للتسهيل equal slice ادي slice دي ده object هنعمله هيبدأ من كام من 2 وهيزيد قد ايه قدتله 2 زائد 5 طيب ممكن نعمل print slice 1 دي ونتفرج عليها اللي يمنعك اهو slice 1 هتبدأ من 2 وهتنتهي عندي السبعة ليه بقى 2 ثم 3 4 5 6 7 اهو زودنا لك على الاتنين 5 فوصلنا للسبعة صح او صح اهو فاين قال لك انا عملت slice اهو ثم بعد كده عمل لستة اللي هي بتاعتنا وعنده لستة تانية اسمها colors ماش قال له ايه بقى قال له النمز of 5 items after second يعني ايه بقى يعني بيقول له خد اللي slice من اللي اسمها نمز طب اللي slice ده شكله ايه مواصفات ايه من اول العنصر كام للعنصر كام فقال له ما نأيلك المواصفات هنا في 5 items after second يبقى احنا لو جربنا دلوقتي قلنا له انت عارف النمز اللي عندنا دي او ملهم عاوزينك تاخد منها slice 1 ايه اللي حصل شايف طلع عليك 30 40 50 60 70 دول جم من اين دور اهو العناصر 30 دج من اين اللي هو العنصر رقم 2 ركز كده في slice العنصر رقم 2 الى العنصر رقم 7 طيب تعال نكمل كده 30 ادي 1 كمان 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5 صح ادي 5 عناصر شايف 5 عناصر العنصر رقم 7 هنا اللي هو مين اللي هو 80 بس احنا عارفين العنصر رقم 7 ما بيخش معنا صح يبقى ازا بتقول له هات من 2 لحد 6 فبع لان الراجل استجاب من 2 3 4 5 6 ما دخلش السبعة معنا لانه نهاية اللي سلايز واحنا عارفين نهاية اللي سلايز ما بتخش معنا يبقى انت هنا عملت سلايز اوبجيكت وبتستخدمه عشان تقطع من اللي ستة او ترجع من اللي ستة بنفس هذا المقدر خلاص يعني مش حاجة مهمة او لكن اديك عرفت اهي موجود او فيه برضو هنا قالك اللي سلايز فونكشن accept this arguments in the same order as in slice notation and if you need to skip some elements just use none يعني ايه تعال نجوف كده انت دلوقتي هنا اللي سلايز بقلت له ايه none وسالب اثنين طب عارف يعني ايه none وسالب اثنين قالك معناها all but two يعني كل العناصر مع ده العنصر سالب اثنين العنصر اللي هو اثنين يعني فهنا بدأ من العشر ثم العشرين او ازف معادة عنصرين معادة عنصرين سالب اثنين اللي هي مين يا جماعة لحد هنا سالب اثنين فما جابش الاول السالب اثنين للاخر ماشي الحال طيب هنا slice none ونون وسالب واحد طيب معناها ايه none ونون وسالب واحد كده تفتكر معناها ايه ركز كده هنا معناها لحد نقطة بداية ولحد نقطة نهاية هو هو قال فقط امشي خطوات عكسية بالسالب واحد لو رجعت اللي سلايدز اللي احنا كنا اشتغلنا عليها قبل كده تعال نبص كده فين فين هنا مس اهو انت كنت محدد خطوة البداية وخطوة النهاية ومقدار اللي نمشي به صح انت هنا جيت قلت له ايه بقى لأ مفيش بداية ولا فينهاية يعني كده معناها كل العناصر معك بس سمشي بمقدار قد ايه سالب واحد فطبع هل انا ممكن او لازم يعني اعملها بالشكل المعقد ده لا مش لازم خلاص انت عرفت الشكل السهل انا بنوريك اني في حاجة كده لكن هل لازم تعمل كده لا طبعا مش لازم طيب هنا قال اد النمبرز وبعدين قال لأ انا عاوز اتجيب لي من اول النمبرز من الاول خالص الى اربعة فاحنا الكلام ده فهمناه صح عارفينه قبل كده وعملنا برينت النمبرز نفسها فعاوز يقولك ان النمبرز نفسها ما تأثرتش نفس العناصر فيها وطبعا ليه لان احنا قلنا احنا ما بنعملش كت احنا ما بناخد سلايز احنا بنسترجع جزء من الداتا عشان نعرضه او نعمل عليه عملية حسابية ولا حاجة لكن احنا ما بنعمل لهش ريموف ما بنعمل لهش كت ما بنعمل لهش دليت من اللستة الاصلية صح فاذا المنظر ده مش غريب علينا انت هنا ما حددتش خطوة البداية فمعناها عاوز تبدأ من الصفر الى العنصر اللي هو الاندكس بتاعه رقمه كان ارقم اوكي طيب امال ايه دي بقى قالك افرض طيب عاوز تعمل ريبليس يعني ايه ريبليس يعني اشيل مجموعة من العنصر او مجموعة من العناصر وحط مكانها عناصر مختلفة ينفع ايه طب وينفع اعمل ريبليس وكمان ريسايز يعني انا مثلا هعمل ريبليس لتلات عناصر اشيل تلاتة وحط مكانهم خمسة مثلا احط مكانهم سبعة امم كل دي امكانيات سهلة في البايثن كلام وللجابة كلام ده كان صعب جدا وعشان تعمله كنت هتكتب كود كتير وتعمل ريج جديدة واا واا لكن هنا شايف قالك قادي النمبرز بتاعتنا حلو قاله انت عارف العناصر بتاعتنا من اول الصفر للاربعة اه مالها قاله عاوز ريبليس للعناصر دي بالقيام دي خلي بالك شايف فاذا دلوقتي انت العناصر من صفر الاربعة ليه مين عشر عشرين تلاتين اربعين ها هل الخمسين داخل معك لا مش داخل معي ليه ما احنا عارفين ان خلاص ان هنوقف عند الاربعة stop before الاربعة قاله شيل دول وحط لي مكانهم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة طب يا عم ده دول اربعة بس وانت هنا خطت سبعة ناصر ينفع اه فده اللي حصل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة سبعة ثم كمل بقى الجزء اللي كان متبقي خمسين ستين سبعين ثمانين تسعين فاذا ينفع اه ينفع خلي بالك طب لو عاوز اضيف ايتم على الليست انا عملت الليست خلاص لكن حابب اضيف ايتم في وسط الليست او في مكان معين في الليست اعمل ايه قال لك عندنا مثود اسمها insert الانسيرت هتستخدم عشان تضيف عناصر على الليست انت مش عاوز تضيف ها في الاخر وخلاص لا انت عاوز تضيف العناصر في مكان معين في الليست فتو insert a new list item without replacing any of existing value we can use insert لكن لو انت حددت index انت هت insert في المكان يعني ازاي بص كده تعال نعمل مثال عشان نفهم احنا عندنا هين list بتاعتنا اللي هي اسمها nums لو انا جيت قلت له النمز دي dot insert وروح تفتح قسين وقال له insert مثلا 100 ايه اللي حصل اللي محتاجة كمان argument طيب هجا اقول له insert في اخر عنصر عندن اللي هو رقم كام رقم 8 او اللي هو رقم 9 انا ما اذكر طيب نجرب اه ايه اللي حصل دلوقتي لو انت جيت طبعة النمز او شايف المية زاد معك شايف 9 احنا عندنا الليستة دي كانت من 0 1 ينجرب 30 كده يعني هيبدأ بأول عنصر يحط مكان واحد ثم يسيب عنصرين يعني يقف عند 30 ويحط مكان واحد ثم يسيب عنصرين يقف عند 50 ويحط مكان واحد وهكذا فإذا انت هنا بت بس بقى بست هل الكلام ده يعني وارد نستخدمه كتير في البرمجة لا مش وارد مش وارد لأن دي تبقى يعني حاجات خاصة قوي لكن انا عاوزك زي ما بقول لك تعرف الامكانيات المتاحة عشان لو طلبت تبقى عارف تجيبها منين حتى لو هتبص تشوفت رجع التوتوريال طب هنا ايه المشكلة اللي حصل المشكلة اللي انت قلت له تحرك كل عنصرين وغيرهم لي بواحد من هنا لكن خلي بالك هنا لما تحرك كل عنصرين طلع مثلا عنده خمس عناصر انت ميديله ثلاث قيم بس فيطلع لك اير ليه هو يحط الواحد ما كان العشرة والواحد ده ما كان الثلاثين والواحد ده ما كان الخمسين طب وضقتهم مش هلق لهم عناصر فيطلع لك طيب هنا ايه اللي حصل برضو اشتغل بالايه بالنيجاتب اشتغل بالنيجاتب يبقى انت هنا بتقول له بالنيجاتب خط بلك فاول حاجة بدأ من التسعين حط مكانها كام ها الخمس ثم ساب اتنين فيقف عند السبعين هيحط مكانها كام اربعة ثم عند الخمسين هيحط مكانها كام تلات لانك شغال بالنيجاتب دلوقتي صح يعني يعني مش عاوزك تبقى مستصعب الامور هي مش صعب مش سهل ان حد يحفظها وبرضو ما بنحتاجاش كتير لكن تبقى عارف ان الكلام ده موجود تبقى عارف ان الكلام ده موجود هنا انت بتحذف بقى رينج من العناصر انت بتقول له من ثلاثة لسبعة شايف فهيروح يجيب لك العناصر من ثلاثة الى سبعة ادي ثلاثة اربعة خمسة ست يبقى دول هما اللي انت محتاجهم هيحذفهم فهتلاقي بعد كده عشر عشر ثلاثين ثم ثمانين تسعين زي ما احنا شايفين كده يبقى انت هنا عملت دليت مش لأيتم واحد لا دي مجموعة عناصر ماشي برضو بسيطة وسهلة مش حاجة صعبة يعني هنا دليت كل اتنين برضو يبقى هيبدأ من العشر كل اتنين يبقى التلاتين هيحذف كل اتنين يبقى يحذف الخمسين كل اتنين يبقى يحذف السبعين وهكذا فانت هنا بتديله ستيب بتقوله كل اتنين element يحذفهم طيب هنا انت قلتله ابدأ من واحد لسبعة واللي ستيب بتاعتك اتنين يبقى هيبدأ من واحد من اللي هو العشرين هيحذفهم ثم الاتنين الاربعين هيحذفهم ثم الاتنين ها الستين هيحذفهم طيب بعد كده لا خلاص هيبقى انت كده تخطيت الرينج بتاعك انت يقول له اخرك سبعة فاذن الباقي هينزل زي ما هو عمل انت فيها عملين نعمل ايه عملين نعمل تبديل وتوفيد اوكي كده نكون وصلنا لنهاية الكلام عن اللست نصحتي انك انت اعرف الجزء الاول كويس لان كان ده معظم الشغل اللي بيتم الجزء التاني الحاجات اللي انت شايف هيعني ها زي بقوله كده معقربة شوية مفيش مانع ان انت ترجحها مرة واثنين وثلاثة وتجرب باديك اكتر من مرة لكن برضو لو نسيتها او ما استخدمتها ش كتير ما تزعلش لان هي فعلا قليلة الاستخدام وعندك التوتوريال لو احتجتها تتعارف ان الامكانية دي موجودة وتقدر ترجع وتشوف السنتاجس بتاح شكرا لوقتكم